نخشف الموضوع على طول. نخشف الموضوع. اسكت انت نعرف الناس دي كويس. بسم الله والحمد لله والسلام على صور الله. الحمد لله لازي علم بالقلم. علم الانسان مالم يعلم. والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نهاردة يا شباب هنحل مع بعض تدريبات قصة على الفصل الاول من الجزء الاول من قصة الايام لطاع حسين السنوية العامة من كتاب اي من كتاب كيان. لو انت جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك. لو انت قديم في القناة خليك مشترك واعمل ايه واعمل لايك. صاد بينا عن نبي صلاة الصلاة. كان الصبي يعرف ان الفجر قد بزغ اذا سمع الحركة تدبت في البيت ايقظته امه لصلاة الفجر. سمع صوت النساء يتغنين. سمع والده يقرأ ورده. طبعا ايجابة الصح تكون ايه? هتكون سمع صوت النساء يتغنين. قلنا ان هو لم يسمع صوت النساء. وهم راجعين وبيقولوا الله يالي لله بيعرف ان ايه? بيعرف ان الفجر قد بزغ. يبقى الاجابة الصح سمع صوت النساء يتغنين. كان خوف الصبيع من العفري تكشف عن كثرة احاديث الناس عنها. كثرة تغني الشاعر بها. سعة خياله. الخوف الذي بسته امه في قلبه. طبعا كل ده اجابات خاطئة مع عادة ايه مع عادة الاجابة صحية هتكون ايه? هتكون باء. سعة خياله. خلي بالك احنا قلنا من سمات شخصية الكاتب من سمات طاح سين. في الطفولة بتاعته ان هو كان ايه? ان هو كان واسع الخيال. وهو اكد كده في الفصول اللي بعد كده. هو قال ان هو كان عنده سعة الخيال. وكان بيتخيل القناة ان فيها وحوش. ان فيها كائنات غريبة. لكن في الاخر طلعت قناة عادية. يبقى والاجابة صحة تكون هتكون سعة خياله. سعة خيال ايه? سعة خيال الصبي. كان بين الدار والسياج مسافة بعيدة خطوات انقصار بيوته ومنازل القناة. طبعا اجابة مباشرة هتكون هتكون خطواته انقصار. كان الصبي اعتمد على قصب السياج مفكنا مغرقا في التفكير حتى يرده الى ما حوله. طبعا اجابة صحة تكون صوته الشاعر العزب. وان الصبي كان بيقعد على السياج بيسند على السياج ويقعد يفكر ويقعد يتأمل لحد ايه? لحد ما يسمع صوت الشاعر العزب. فس ساعتها ايه بيحب يسمع له. ساعتها بيروح له ويقعد ايه ويقعد يسمع له. لحد ما اخته تيجي تاخده وتوديه لامه. يبقى الاجابة الصحة تكون صوته الشاعري العزب. الحالة النفسية المسيطرة على من في البيت اثناء وجود الاب. الاعجاب الرهبة الفرح. الاطمئنان طبعا اجابة الصحة تكون الرهبة. ليه الرهبة احنا قلنا اول ما ابوهم يصحى في البيت. اللي بيحصل كل البيت بيسكت. كل اللي بيسكت محدش بيعمل اي حركة لحد ما ايه ان ايه لحد ما يمشي. يبقى اجابة صحة تكون الرهبة. يعني الخوف. الرهبة يعني يعني الخوف. كان الصبيل ليشكو من السائل الذي يوضع فيه عيناي. يمكن استمبط صفة للصبيل من خلال التعبيد السابق. وهي عزة النفس. الثقة في النفس. حبه للعصامية الفخر وتجمل. طبعا اجابة صحة تكون عزة النفس. هو كان عزيز النفس مش عايز يشكو ومش عايز يبين الناس ان هو ضعيف. يبقى لي جابه الصح تكون عزة النفس. طبعا حب العصامية العصامية يعني ايه? العصامية يعني شخص بنى نفسه. شخص بنى نفسه بنفسه. الثقة في النفس والفخر والتجمع طبعا بعيدة يبقى لي جابه صح تكون عزة النفس. حين يعرف الصبيب زوغ الفجر يغني ويصيح ويوقز اخوته يتوضأ ليصد الفجر يطمئن فينام يظل في مطجرة حتى يخرج ابو العمل طبعا لي جابه الصح تكون يغني ويصيح ويوقز اخوتها قلنا اول ما يطلع الفجر بيعمل ايه? بيقوم ويقلق عفريت بيقلب عفريت في البيت ويقضي صحي اخواته. كان الصبي يقدر ان اخته ستقطع عليه استماعه والنشيد الشاعر. فيصاب بصيحة مكتومة فرحة غامرة حسرة لازعة دهشة مؤلمة طبعا لجابه الصح تكون حسرة لازعة حسرة ولازعة. وخير بقى ان كلمة حسرة هتتكرر معانا كتير في الفصول بتاعة القصة تتكرر معانا كتير حسرات في القصة. يبقى لجابه الصح تكون حسرة لازعة. كان الصبي يحسن الالانب لانها كانت حرة في الخلوج من الدار جميلة المظهر كسيرة الاكل تتخطى السياج. طبعا لجابه الصح تكون هي تكون تتخطى السياج وهو لا يستطيع. هو كان بيحسدها عشان هي بتاعف تعدي من بين السياج. لكن هو مش عارف يعدي عشان السياج ايه? عشان السياج متلاسق. لازق في بعضه. هو مش عارف يعدي زيها. عدم استطاعة الصبي كشف وجهه او اخراج احد اطرافه من اللحاف اثناء الليل. ليه الكلام ده? عشان طبعا كان بيخاف ايه? كان بيخاف العفريت. يبقى لجابه الصح يخشى ان يعبى سبيع عفريتهم العفريت التي تتعملوا اقتار البيت. الموضوعات التي تتناولها الشعر حسن حكايات ابن الطفيل سيرة عن طرى حكايات التطار سيرة ابو زيد وخليفة ودياب طبعا لجابه الصح تكون ايه سيرة ابو زيد وخليفة ودياب. ابو زيد الهلالي وخليفة ودياب. كان ما العصير على الصبي ان يتخطى السياج بسبب تقارب قصب السياج عدم رؤيته امتداد وغير المحدود. معنى اخته الكبرى طبعا لجابه الصح تكون ايه تقارب قصب السياج. وان السياج كان لازق في بعضه. فهو ما كانش عارف يعدي. عشان كان كان بيحسد ايه? كان بيحسد الانف. كان الصبي يحب الخروج مدار ازا غربت الشمس بعد خروج الاب العمل. ازا احد اخوته ابن خالته السياج اخته الكبرى طبعا لجابه صح تكون ايه هتكون السياج. هو كان بيعتمد على القصب ايه? قصب السياج. احب الصبيل خروج مدار عند الغروب بسبب حبه لانشاد الشاعر حسن. اسم تعم منظر الانانب الهروب مع السائل رغبته في استكشاف القناة طبعا لجابه صح تكون ايه حب ولانشاد الشاعر حسن. هو كان بيحب الشاعر حسن جدا. وبيحب الادب ان هو صغير. فكان بيحب يقعد على السياج لحد ما الشاعر يغني وأول ما يغني يقعد إيه يقعد يسمع له يبقى لجاوه الصح حب والإنشاد الشاعر حسن دا أنا مربيه على الطرف الأصيل وهو قد كده قدرت الكاتب بترجيح أن هذا الوقت يقع في فجر هذلك اليوم أو عشاءه كل ما يلي معادة شيء ما البرد الخفيف طبعا صح النور الهادئ الخفيف صح حركة الألانب عند تخطي السياج غلط حركة الناس مستيقظة أو مقبلة عن النوم صح يبقى طبعا كل دول صح معادة أي معادة به حركة الألانب عند تخطي السياجة وكان بيحس البرد خفيف ونور هادي وحركة قليلة كان السياج يمتد عن يمين الصبي إلى آخر الدنيا المراد بآخر الدنيا القناة نهاية القرية نهاية المزرعة بيت الصبي طبعا لجابة الصح تكون القناة هو قال وكان آخر الدنيا من هذه الناحية قريبا فقد كانت تنتهي إلى قناة عرفاء حين تقدمت بي السن يبقى لجابة الصح تكون القناة عند الحديد الكاتب لليوم الذي الراسد التيهendas في ذكره والاحستتي السمع واللمس البصر والسمع البصر واللمس البصر والشم طبعا مكنش فيه شم خالص لجابة الصح تكون هالسامع واللمس اليابة الصح تكون السمع واللمس السمع عشان هو كان سمع حركة الناس مستيقظة أو مقبلة على النوم يبقى كدا سمع ولمس لما حس بشيء من البرد الخفيف على وجهه يبقى اللجابة الصح تكون السمع واللمس طبعا هو حسب النور هادي خفيف خليب لك عشان عينه كان ايه كان بيشوف طشاش يعني هو كان ايه كان يعتبر شبه اعمى يعني كان خلاص بصر ويعتبر راح او بيروح فكان بيشوف طشاش يعني البصر برضه يعتبر موجود لكنه ما اعتمدش ايعتماد كله هو اعتمد في الغالب على السمع واللمس لكن البصر يعتبر ايه هو ممكن شايف او ايه اكبر اظن ان هذا اليوم كان يقع في فجره او عشائه التعبير يفيد الترجيح الريباء التردد اليقين هنختار هنا ايه هنختار الترجيح هو كان بيرجح بيقول اكبر ظن ان هذا الوقت كان يقع في فجره او عشائه كده هو بيرجح الوقت يبقى كده بيرجح الوقت يبقى الجابة صح تكون ايه هتكون الترجيح يعني هو مش متأكد اوي فحش كده ايه بيرجح الوقت بيحاول يتيقن من الوقت قوله على جهله حقيقة النور والظلمة تعبيري دول على صغر سنة قلة خبرتي عتمة عين غياب الشمس طبعا يوحي ايه يوحي بعتمة عينه هو على جهله وحقيقة النور والظلمة يعني هو مش عارف النور من الظلمة طبعا ده يوحي بعتمة عينه قولنا هو ما كانش شايف وهو صغير الدليل على تعلق الصبيب من نغمات الشعر حسن انه كثير الانتظار يحفظ الكثير من نغماته كثير حضور لمجلس الشعر يود ان يخترق سمعه الحائطة ليسمعه. الاجابة الاقوى هنا تكون دال يود ان يخترق سمعه الحائطة ليسمعه. الكاتب نفسه وقال وانه لا يمد سمعه مدا يكاد يخترقه بالحائط لعله يستطيع ان يصل بهذه النغمات الحلوة التي يرددها الشاعر في الهواء الطلقي تحت السماء. يبقى الجابة صح تكون يود ان يخترق سمعه الحائط ليسمعه وكان عايز ودانه تخترق الحائط عشان يسمع صوت الشاعر وهو محبوس ايه هو محبوس البيت. اخت المكان بتحبسه في البيت كان ايه كان بيحب يسمع صوت الشاعر لكنه ممكنش يقدر يسمع. يبقى الجابة صح تكون ايه يود ان يخترق سمعه الحائط. الذكرى التي لا سبيل للشك فيها عند الصبي هي السياج العدويون المزرع القناة طبعا ايه بس صح تكون السياج هو اصلا قال ان الذكرى اللي مش عارفها تروح من خياله هي ايه هي السياج. الذكرى اللي لسه رزقه في الذكارة بتاعته هي ايه هي السياج. وضع الكاتب للفصل الانوان عنوان خيالات الطفولة خيالات بتاعت الطفولة. وبذلك يوحي بقوة خيال الصبي سزاجة الطفولة تأثر الصبي بطفولته شدة له الاطفال. خلي بقى لكم وقال ليه هو الخيالات الطفولة بيتكلم عن الطفولة. وقدي الطفولة الواحد بيكون سازج فيها واهبل فيها. يبقى الاجابة صح تكون سزاجة الطفولة. سزاجة الطفولة. كل هذه من سمات كل هذه من صفات السياج مع عدة واحدة هي تلاصقه وتقاربه طبعا صح قربه من البيت صح. الطول الذي يتجاوزه الطول الذي يتجاوز قامة الصبي صح. ظله الكثيف طبعا هي دي الاجابة اللي هنختارها. طبعا ما كانش فيه ظل خالص للسياج. ما نذكرش اي حاجة عن الظل. يبقى هنختار ايه هنختار دال. اليوم المجهول الذي لا يستطيعه الكاتب التحديده هو يوم ميلاده اول ما يدرك من طفولته يوم كتاب سيرته الذاتية يوم زهابه الى الكتاب. طبعا هنختار ايه هنختار اول ما يدرك من طفولته. طاح سينما بدأ القصة بتاعته بدأ به. بدأها اول يوم هو فكره من الطفولة بتاعته اول يوم هو فكره من الطفولة. ومش شكل يوم ده كان ايه? كان الصبح ولا كان الفجر? ومش شكل الوقت ده كان ايه كان الفجر او كان العشاء. يبقى اللي جابة استطاع تكون ايه? اول ما يدرك من الطفولته وطبعا من طفولته. كان للصبي يألموا حين تقتر امه سائلا في عينيه ولكنه لا يشكو. لانه كان زى ارادة قوية يحلم بالشفاء العاجل يكره والشكوى والبكاء كأخته كان مهزبا مطيعا طبعا هنختار ايه نختار يكره والشكوى والبكاء كأخته هو قال ان هو بيحبش يشتكي عشان ما بقاش ايه ما بقاش زي اخته شكاء بكاء كان الصبيه يحسر الالانب لانها تعبر استياج وهو لا يستطيع يفهم من العبارة السابقة ان الصبيه التصف في السزاجة الحقد والغل حب الانطلاق الضيق والسأم طبعا كل الاجابات دي خطائة معادة ايه معادة جيم حب الانطلاق طاع حسين كان بيحب ايه كان بيحب الحرية كان بيحب الانطلاق من هو صغير كان يفسه يكتشف افاق جديدة يبقى اللي جابة صاح تكون حب الانطلاق وعاز يبقى زي الالانب عاز يعد السياج عاز يعد السور اللي حبسه يبقى اللي جابة صاح تكون حب الانطلاق الوقت الذي رجحه الكاتب لليوم المجهول في حياته كان فجرا او مساء فجرا او مغربا فجرا او عشاء فجرا او صحرا طبعا اختار فجلا او عشاء. كانت الخط السياج عصيراً على الصبيهة وسأب ان قصب السياج كان يسكونه بعض الزواحف في الجانب الاخر من القناة متلاصقاً يمتلك بالنباتات الشوكية طبعاً اجابة صح تكون متلاصقاً وانه مش عارف عدل يشان كان لازق في بعضه. كان الصبي لا يخاف اصوات الديكة لانها تصل اليه من بعيد. تصل اليه من بعيد. لانها كانت تصل اليه من بعيد. انما كانوا يخافوا اصواتاً اخرى. يبقى لاجابة صح تكون ايه تأتي اليه من بعيد. أشهد الأصوات تخويفا للصبي أصوات تنبعث من زوايا الحجرة أصوات الدايكة أصوات النساء يتغنين أصوات العفريت تقلد الدايكة الكاتب نفسه قال إنه ما كان يخاف الخوف كله أصواتا أخرى لم يكن يتبينها إلا بمشقة وجهد كانت تنبعث من زوايا الحجرة نحيفة ضئيلة يقول الإجابة صح تكون أصوات تنبعث من زوايا الحجرة من العادات الموجودة في الريف إلى الآن خلال الفصل الأول خوف الأبناء من الأب بانتشار العفريت تربية الطيور ملء النساء للجرار هنا فيه أكتر إجابة ممكن تنفع يعني ملء النساء للجرار تنفع لسه فيه ناس لحد الوقت بيملوا الجرارة هي حاجة زي القلة كده حاجة زي القلة بيملوا فيها إيه بينما فيها المية ولسه لحد الوقت فيه ناس عندها اعتقاد بانتشار العفريت والكلام ده كله والنداها وبالليل والنداها اللي بتندعى عن ناس بالليل والكلام ده كله وتلبيته الطيور طبعاً موجودة. يبقى هنختار ايه؟ هنختار اي حاجة من دول. انا شايفة التلاتة دول ينفعوا. لكن الاقوى فيهم طبعاً هتكون تلبيته الطيور. طبعاً تلبيته الطيور لسه موجودة لحازف باتيه واضحة جداً. كان قصب السياجة امتد عن شماله حيث لا يعلمه نهايةه. وحديقة المعلم القناة دار العدويين طبعا هو قاله الى حيثه لا يعلم له نهاية كان يمتد عن شماله الى حيثه لا يعلم له نهاية يبقى الإجابة الصح لا يعلم له هايته جلالة جلوس الناس حول الشعل ينشدهم اخبار لأبي زايد وخليفة ودياب حب الشعل ان تزيع شهرته ارتياح الناس السماعه بعد عناء النهار وجود وقت فراغ للناس القديما وجود اماكن مخصصة للشعراء اليجاب الاصوى بيته هتكون ارتياح الناس السماعو بعد عناء النهار ليه الناس بتحب تسمع لالرجل ده عشان بيغني VERY يعني بيريحهم يعني بيطرب وانهم بعد ايه بعد التعب الطويل اللي شافوه يعني بيريحهم بعد التعب ايه بعد التعب الطويل اللي شافوه طول النهار بعد الشغر الطويل اللي شافوه طول النهار يبالي جاء بالأضاق هتكون ارتياح الناس تسمعوا بعد عناء النهار. دلالة حرص النساء على ان يملأ لنا جرارة هن من القناة. استقاظ مبكرا الخروج مبكرا للترفيه. نقل ماء النيل وعدم توفر مياه في تاني اللي هي التراع lets me amleterع ويرجعوا ايه ويرجعوا ثاني. بنا الجبه الصح هتكون بقاء ماء النيل وعدم توفر مياه في البيوت. وكان اخر دنيم هذي الناحية قريبا جدا. المقصود باخر الدنيا استياج حضرقة المعلم القناة بيت الصبي. طبعا الجبه الصح هتكون ايه هتكون القناة. الجبه الصح هتكون القناة. هو النافس سؤال وكان يمتدوا عن يمينه الى اخر دنيم هذي الناحية. وكان اخر دنيم هذي الناحية قريبا فقد كانت تنتهي الى قناة عرفها حين تقدمت به السن. يبقى لجابة صح تكون القناة. واحدة مالية لست من تقص ولد الصبيل يومية قبل خروجه الى العمل. يقرأ ويرده يقيم صلاته يوقز اهل بيته يشرب قهوته. طبعا نختار يوقز اهل بيته عشان كان بيعمل الف وبيه وده لكن ما كانش بيصاح اهل بيته. يبقى نختار ايه? يوقز اهل بيته. بدأ الكاتب الحديث عن ذكرياته بالحديث عن السياج القناء الاسرة يوم مجهول. طبعا هو اه بدأ視 من اليوم مجهول. عندما بدأ القصة بدأها باليوم المجهول. يبقى игрانية بيته يوم مجهول. قال كاتب لا يذكر الى هذا اليوم يسمن ولا يستطيع انه يضعه حيث وضعه الله من الشهر والسنة. بقى لا يستطيع انه يزكره من هذا اليوم وقتا بعينه. يفهم العبارة السابقة فقدان الكاتب لذكرة. المبالعة للكاتب يومه با لعدة كاتب سلطرة الاهمة على العقل الكاتب. طول العهد بين زكاته الطفولة وكتابتها طبعا إلى جابة أدقة تكون طول العهد بين زكات الطفولة وكتابتها. في فترة كبيرة جداً عدت ما بين طا حسين لما كان في طفولته وما بين ايه ما بين وقت الكتابة. يبا طبعاً الجابة صحي تكون طول العهد يعني طول الزمن طول الفترة بين زكات الطفولة وكتابتها. طبعاً دي الإجابة ايه دي الإجابة الصح. قال الكاتب لا يذكر لهذا اليوم اسمن ولا يستطيعوا ان يضعوا حيث وضعوا الله من الشهر والسنة. تكرار الكاتب لقوله لا يذكر في العبادة السابقة حشو واسهاب. اطنابلة طائلة من ورائه. لازمة اسلوبية. ذكر حقائق لمجالة الشاك فيها. طبعاً الجابة صحي تكون لازمة اسلوبية. خلي بالك في المداخل الضررية ان انت حسين بيقول يذكر ولا يذكر كتير. بيكررها كتير عشان ديه لازمة اسلوبية في الاسلوب بتاعه. يعني دي جملة بيكررها عطول في الايه? في الكتابات بتاعته. يبقى الجابة صحي تكون لازمة اسلوبية يقتضيها السياق. من خلال العبارة كل ما ياتي من سمات السابقة ما عادل حديث عن نفسه ان يتمين الغائب. استخدام الجملة القصيرة. اعتماده على السمع وحواس اخرى غير البصر. الاقاع الموسيقية رنان. طبعاً لجابة ستكون استخدام الجملة القصيرة. الكاتب يستخدم نمين الغائب. ويعتمد على السمع وحواس اخرى. وعنده اقاع موسيقي رنان. لكن ما عندهش جملة قصيرة. يبقى استخدام الجملة القصيرة. الأدلة التي ذكرها الكاتب بترجيح الوقت إذا اراده تعد أدلة خيالية منطقية عشوائية مزيفة طبعا سؤال مباشر أدلة هي أدلة منطقية قال الكاتب لم يأنس من حوله حركة يقصد قوية وإنما آنس حركة مستيقظة من نوم يفهم العبارة السابقة كثرة الناس حوله قلة الناس حوله نشاط الطيور حوله قلة الطيور حوله طبعاً إجابة الصحة تكون قلة الناس حوله وقالنا لم يأنس من حولي حركة يقصة قوية يعني الدنيا هدية حوالي حاسن الدنيا مقطوع حوالي طبعاً ده يحي قلة الناس حوله خيال الصبي نحو العفريت تضل على الأوهام والخرافات ساعة خيال الصبي الحقائق المحشة كرهية الصبي للمكان طبعاً إجابة الصحة تكون هي ساعة خيال الصبي الصبي كان عنده خيال واسع حتى فصل أولين اسمه خيالات الطفولة قال الكاتف يعتمد على قصب هذا السياج مفكراً مغرقاً في التفكير حتى يرده إلى ما حوله صوت الشاعر يفهم العبادة السابقة كل ما يلي معادة واحدة صخب صوت الشاعر حب الصبي للموسيقى تعلق الصبي بالشاعر والأدب النغم العزبة للشاعر حسن طبعاً كل إجابة صحيحة معادة إيه معادة حب الصبي للموسيقى كاش فيه أي موسيقى في الموضوع يبقى نختار حب الصبي للموسيقى كان الصبي اعتمد على القصة بهذا السياج مفكرا مغرقا في التفكير حتى يرده الى ما حوله صوت الشاعر ينشد في نغمة عزبة دي لالة الجملة التي احتاجها خط حب الصبي للسهر عند الشاعر طرب الصبي لنشيد الشاعر تعلق الصبي بالأدب منذ صغره استئناس الصبي بأي صوت حوله طبعا نجاب الأدقة تكون تعلق الصبي بالأدب منذ صغره خلي بالك ان الشاعر حسن ده بيطلع ايه بيطلع يغني بيطلع ينشد عن ناس قصص وحاجات ايه وحواديد قديمة وطبعا الحواديد دي كلها ايه كلها من الادب كل ده ايه نوع من الادب والصبي اول ما يسمع صوته كان ايه كان بيقعد يسمع وينتبه طبعا ده كله ايه ده كله تعلق الصبي بالأدب منذ صغره يبقى لجابة الأدقة تكون تعلق الصبي بالأدب منذ صغره وخلي بالك دي سمة مميزة في الصبي في الفصل الاول من اوضح السمات اللي ظهر ايه ان ظهر عند الصبي في الفصل الاول تعلق الصبي بالأدب منذ صغره كان الشعر ينشد الناس في نغمة عزبة غريبة وهم سكوت إلا حين يستخفهم الطلب أو تستفزهم الشهوة فيستعيدون ويتمارون ويختصمون يفهم العبارة عدم تأثر الناس مجملة الناس تفاعل الناس حب الناس الضوضاء طبعا لجابة قد تكون تفاعل الناس مع الشعر الناس بالطبع تتخانق مع بعضها بسبب الشعر يتفاعلوا مع الشعر ويعودوا يردوا عليه ويتأثروا بالقصص ويتخانقوا مع بعض يبقى لجابة صح تكون تفاعل الناس مع الشعر الناس كانت متجوبة وكانت فاهمة الكلام اللي بتقال عشان كيكا بتتفاعل مع ايه مع الشعر كان الصبيه قدر ان اختها وستقطعوا عليه استماعه وينشيل الشعر فيمتنوا عليها فتحمله بين زراعيها كأنه الثمامة دلالة الجملة اللي تحتها خط صغر سن الصبي قوة اخته عزم بدنيها نحافة الصبي وضقلت جسمه رفض الصبي طاعة اخته طبعا الجابة صح تكون نحافة الصبي وضقلت جسمه كان هو صغير جدا فبتشيله كأنه حيثة نبات صغير كأنه زرعة صغيرة عشان هو كان نحيف وكان ايه وكان صغير يبقى الجابة صح تكون نحافة الصبي وضقلت جسمه جسمه كان صغير جدا كان ضئيل قال الكاتب يذكر انه كان لا يخرج ليلة الى موقف مسياج الا وفي نفسه حسرة لازعة لانه يقدر ان اختها ستقطعوا عليه استماعه لنشيد الشعر يفهم العبارات السابقة حب الصبي للشعر كراهية الصبي لاخته حسه المرهف ضيق الصبي من افت العمي طبعا كلام دي يحيب حس الشاعر المرهف طبعا كلام ده يحيب حسه المرهف حسه المرهف. يعني اي حسه المرهف؟ يعني كان عنده إحساس رهيف. قلبه كان رهيف. كان بيحس بأي حاجة. المشاعر والحاجات الصغارة كان بيتأثر فيه. بيقوله وفي نفسي حسرة لازعة. كان بيحس بحسرة وهو صغير عشان أخته هتيجي تشيره ممكانه. عشان كان بيتأثر انها هتشيره ممكانه وهتحرمه من استماعه ويشاعر. طبعا ده يدل ان قلبه كان رهيف. في بلده كان رهيف. كان عنده حس مرهف. يبقى لجاب الأضب قد تكون حسه المرهف. وكان يخاف الخوف وأشد الخوف أشخاصا يتمثله. واخذ التأتي بحركات مختلفة أشبه بحركات متصوفة في حلقات الزكر. استمد الصبيح خياله في هذا التشبيه من انتشار الجهل وبالدين وتخلف في بيؤته. أن والده كان واحداً ما هؤلاء. كاثر الزكر والصلاة في بيته. اهتمام أهل القرى في ذلك العصر. بتقوس المتصوفين. في الموالدي. والأعياد. اللي جاء لأضب hump. طبعا ده اهتمام القرى في ذلك العصر. بتقوس المتصوفين. في الموالد والأعياد. قلنا طاحسين كان منتشر في الريف جداً، منتشر لحد الوقت في الريف، يبقى الجابة صح تكون اهتمام أهل القرى في ذلك العصر وحتى الآن بتقوص المتصوفين في الموالد والأعيادة. قال الكاتب يذكر أنه كان لا يخرج ليلة إلى موقفي مسياج إلا وفي نفسه حسرة لازعة. تعبر هذه العبارة عن كل ما يلي معادة واحدة، معانته من وقت الفراغ، حبه شديد للشعر، خوفه أخته عليه، هروبه ما الواقع إلى الخيال. هنا نختار هروبه ما الواقع إلى الخيال، هو ما كانش بيهرب من الواقع بتاول الخيال، بالعكس وكان عايش في الواقع عادي وكان بيسمع الشاعر في الواقع، ما كانش بيتخيل أي حاجة. طبعا العبارة دي لا تعبل عن هروبه ما الواقع إلى الخيال. قال الكاتب يرجح ذلك لأنه على جهله حقيقة النور والظلمة، يكاد يذكر أنه تلقى حين خرج من البيت نوراً هادئاً خفيفاً لطيفاً كأن الظلمة تتغرش بعضاً حواشيه. نستطيع بازل عبارة أن الكاتب لم يولد أعمى، ضعف الكهرباء، ولد أعمى، الخلوك كان في الليل. طبعا الإجابة الصح تكون إيه؟ هتكون لم يولد أعمى. إحنا قلنا نطاع صين ما تولد، ما كانش أعمى تماماً، هو كان بيشوف، لكن نظره كان ضعيف، كان ضعيف جداً، كان بيشوف تشارش كده، كانش بيشوف كويس. يبقى الإجابة الصح لم يولد إيه؟ لم يولد أعمى. قال الكاتب فتحمله بينها زراعية كأنه استمامة، وتاخده به إلى حيث تنجمه. يمكن وصف الصبيعي من العبادة السابقة بأنه يرغب في العودة إلى البيت خفيف الوزن، يدعب أخته يشعر بالضيق ما الشاعر، طبعا بينها هتكون خفيف الوزن، كان خفيف جداً، عشان كده بيتشال كأنه زرعة، كأنه نبات صغير. الصفة المناسبة للنساء وقدمأنا جرارهن، النشاط والحيوية اهتمام بالأسرة، الله والعبث، كسر الكلام. طبعا الإجابة السابقة هتكون النشاط والحيوية إن هم صحيين الفجر وراحين يملو مية من القناة وراجعين بها للبيت. يبقى طبعا هتكون النشاط والحيوية هي الإجابة الأقوى الصفة المناسبة للنساء، طبعا كان عندهم إيه نشاط وعندهم حيوية. قال الكاتب حيث تنيمه على الأرض وتضع الرأساوب على فخز أمه ثم تعمد هذه إلى عينيه المظلمتين فتفتحهما واحدة بعد الأخرى وتقتر فيهما سائلاً يؤذيه ولا يجدي عليه خيلاً وهو يألم ولكنه لا يشكو. نسألك من العبارة السابقة اعتماد الأم على الأعشاب الطبيعية، اعتماد الأم على الطب الحديث، اعتماد الأم على نفسها في علاج ابنها، اعتماد الأم على علم النساء وأشباه النساء طبعا نختار علم النساء وأشباه النساء. لو انت كملت معانا لحد الفصل اللي كان فيه أخت الصبي ماتت قال طبعا أن أمه اعتمدت على علم النساء وأشباه النساء. من دراستك لهذا الفصل نستنتج أن وسيلة الترفيه الوحيدة المتاحة لأهل القرية هي طبعا الشاعر حسن. لو عجبك المقطع تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك وتنشر المقطع بين صحابك عشان قدر نكمل المحتوى الهدف مجاناً لكل الطلبات.